اشتركوا في القناة الذي يطرح نفسه هل أنت تدرك رمضان أم لا وإن أنام الله سبحانه وتعالى علينا علينا أن ندرك رمضان فإنبه لنا أن نستغر رمضان بحدافه لأن غيرنا من أهل القبور الآن الذين كانوا معنا في رمضان الماضي يتمنون أنهم يخرجون من القبور يدركون ليلة من رمضان فإن أدركنا رمضان وأنعم الله علينا أن ندرك رمضان فعجيب من وضع في قلبه أن لا يستغر رمضان أقول له عجيب عجيب ألا تعلم أن أناسا يتحسرون من أهل القبور الآن يتحسرون في ليلة أضاعوها من ليالي العمر فما بالك في ليالي رمضان ليالي عظيمة 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 ما يعرفها إلا من فقدها ما يعرفها إلا أهل القبور لو كتب الله جل جلال أن أهل القبور يخرجون يخرجون لقالوا لكل واحد مننا الآن لا تضيع ثانية من رمضان ليس يوما ولا يوما ولا ثلاثة ولا أربع ولا خمسة ثانية من رمضان لأنهم عظموا هذا الشهر المبارك وقبل أن يعظموا هذا الشهر عظموا الله في قلوبهم في دنيا كي تلقى رحمة مولاك ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك اترك أثرا في دنيا اترك أثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك